الخبر الذي تترقبه الأسواق اليوم هو صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكي الأمريكي ليوليو وسط توقعات بأي تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 8.7% من معدل 9.1% والمسجل في يونيو تستند هذه التوقعات إلى انخفاض أسعار الجازولين الأمريكي للأسبوع الثامن على التوالي وتسجيلها أدنى مستويات في خمسة أشهر ما يشير إلى تراجع الطلب على الوقود في البلاد وذلك بعد أن وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية في يونيو متجاوزة خمسة دولارات للقالون فيما يعد مؤشر أسعار المستهلكين من أهم المؤشرات التي يأخذها الفدرالي بعين الاعتبار لتحديد خطواته التالية فيما يخص السياسة النقدية وفي مقابلة مع بلومبرغ تحدث ماتيو ستيبو كبير الاستراتيجيين في جولدمن ساكس عن توقعاته للنمو الاقتصادي قائلا إن حدوث ركود لا يعد أمرا حتميا وإن كانت احتمالات حدوثه تتزايد إن الصراع بين التضخم والركود له تأثير كبير على الأسواق دون شك فمن ناحية التضخم نعتقد أنه على الأقل في الولايات المتحدة سنبدأ في رؤية بعض الأخبار الجيدة في المستقبل بالنظر إلى انخفاض أسعار البنزين بشكل كبير بعد الارتفاعات الأخيرة والطرابات سلاسل التوريد وتحسن التجارة التزيئة بحسب بيانات مؤشر مدري المشتريات الصناعية الأمريكية كل هذه العوامل تنخفض الآن يبدو أن هذا يشير إلى أننا على الأرجح قد رأينا ذروة في التضخم أو سنراها قريبا جدا أما في منطقة اليورو وفي المملكة المتحدة فالأمر سيعتمد على أسعار الطاقة في المستقبل لكننا لا نعتقد أننا رأينا الذروة حتى الآن من الصعب جدا معرفة السعر الذي يحدده السوق كما هو الحال دائما في هذه الحالة المهم هو الاستمرار في رؤية بعض التضافقات إلى أوروبا ولو كان ذلك أقل بكثير مما كنا نشهده سابقا وهذا سيكون له تأثير على اقتصاد المنطقة وسيؤدي إلى شكل من أشكال التقنين في الربع الأخير من هذا العام إذن الركود ليس أمرا مفترضا إنه ليس حتميا ولكن من الواضح أن الاحتمالات آخذة في الارتفاع لذا إذا نظرنا عبر الاقتصادات المتقدمة الرئيسية فأن احتمالات حدوث ركود خلال الـ 12 شهرا القادمة مرتفعة للغاية وتختلف دوافع زيادة احتمالية الركود من منطقة إلى أخرى ففي الولايات المتحدة هناك تجديد كبير في الظروف المالية وفي منطقة اليورو تتزايد المخاوف بشأن تتفقات الغاز الروسية وفي المملكة المتحدة هناك انخفاض كبير في القوات الشرائية للأسر لذا نعتقد أن الركود ليس حتميا لكن الاحتمالات آخذة في الارتفاع